مسيرة النهب الحوثية تواصل عملياتها اللصوصية بعد أن حولت صنعاء من عاصمة لليمن إلى مغارة لصوص للحوثي وعصابته من المجرمين القادمين من مران الدوائية الحديثة والعالمية لصناعة الأدوية شركتان من شركات القطاع الخاص تنضم إلى عشرات الشركات التي استولت عليها الميليشيا عبر ما يسمى الحارس القضائي وهو ذراع الحوثي لنهب الممتلكات العامة والخاصة وتحويلها إلى أملاك لزعيم التمرد على غرار تجربة الحارس الثوري الإيراني تشمل عمليات السطو الحوثية على ممتلكات القطاع الخاص إرهاب الكادر الوظيفي وإرغام الموظفين على العمل لصالح الحوثي وأسرته بالإضافة إلى اختطافات تطال كبار الموظفين الرافضين لأعمال السطو الحوثية تبدو البنوك وشركات الصرافة أدوات طيعة بقبضة الميليشيا كما يشير إلى ذلك قيام ميليشيا الحوثي وبترجيهات ما يسمى الحارس القضائي الحوثي بإيقاف كافة الحسابة الشخصية لموظفي شركتي العالمية والدوائي الحديثة لدى مصرف الكريمي حيث تدع الشركتان المرتبات منتصف كل شهر فيها هي رسالة بالغة الدلالة لكل التجار ورجال الأعمال ولقطاع البنوك والمصارف الخاصة بأنه لا أمان لأي استثمار في ظل سيطرة الحوثي وعصابته السلالية التي وضعت على رأس أولوياتها نهب أموال وممتلكات القطاعين العام والخاص وتحويلها إلى ثروة منهوبة لحساب المدعو عبد الملك الحوثي وأسرته وكبار قيادات عصابته السلالية مخطط قيد التنفيذ بإشراف إيراني مباشر على غرار تجربة نظام أخام إي في بداياتها بتحويل ممتلكات الإيرانيين إلى ثروة خاصة للمرشد وتحت مسميات وواجهات متعددة ووفقاً لتقرير حقوقياً صدر مطلع عام 2022 فقد استولت ميليشيا الحوثي عبر ما يسمى الحارس القضائي على أكثر من 38 شركة كبرى ومؤسسة وجامعة ومستشفى لتواصل العصابة الحوثية الإيرانية في الأعوام التالية مصادرة عشرات الشركات ومؤسسات القطاع الخاص ما ينظر بتحويل صنعاء ومناطق سيطرة الميليشيا إلى بيئة طاردة وغير ملائمة للعمل أو العيش أو الاستثمار